هذا واجتمعت الدكتورة شيخ رنة بن تعيسى بن دعيجة الخليفة وكيل وزارة الخارجية اليوم بمعالي السيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية وذلك بمقر الجامعة بالقاهرة قد أعرب معالي السيد أحمد أبو الغيط عن خالص تهنئته بمناسبة حصولها على جائزة المرأة العربية للمسؤولية المجتمعية في عصر التحول والشمولية التنموية والدبلوماسية الرقمية من قبل المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية مثمنا معاليه الجهود الكبيرة والملموسة التي تبذلها في مجال الارتقاء بالمرأة في كافة المجلات والتي أسهمت في تميز تجربة مملكة البحرين في تمكين المرأة من جانبها عبرت الدكتورة شيخ رنة بن تعيسى بن دعيجة الخليفة عن اعتزازها بلقاء معالي السيد أبو الغيط منوهة بدوره في النهوض بجامعة الدول العربية وخدمة القضايا العربية في مختلف المحافل الدولية